مغريات وملهيات وفتن وشهوات تموج بها هذه الحياة والنفس يأخذها الهوى وتتطلع إلى تلك المغريات وكبحها وضبطها يحتاج إلى مجاهدة فمجاهدة النفس حملها على اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه قال تعالى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى وتحتاج مجاهدة النفس إلى يقضى حتى لا تهلكه باتباع الهوى قال ابن المبارك رحمه الله في قوله تعالى وَجَاهِذُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هو مجاهدة النفس والهوى وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الجهاد أفضل فقال أن تجاهد نفسك وهواك في بات الله عز وجل والقوي حقا هو من جاهد نفسه حتى ضبطها قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد من غلب الناس إنما الشديد من غلب نفسه قال ابراهيم ابن أدهم رحمه الله أشد الجهاد جهاد الهوى من منع نفسه هواها فقد استراح من الدنيا وبلائها وكان محفوظا معافا من أداها ولمجاهدة العبد نفسه مراتب فيجاهدها على تعلم الهدى والحق ثم يجاهدها على العمل به ثم على الدعوة إليه وتعليمه ثم على تحمل الأذى في دعوته ومما يعين على المجاهدة تبكر الحساب قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان قال مجاهد هو الرجل يهم بالذنب فيذكر مقام ربه فينزع ومن أعظم أنواع الجهاد جهاد النفس والهوى والشيطان والدنيا فجهادها يمهد لك طريق الجنات كما أن التهاون بها يوصل إلى النار والعياذ بالله قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه وفاز بمعية الله مع المحسنين قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين